مع بداية عام جديد يستقبل المستأجرون هنا في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة زيادة مضاعفة من الإيجارات ما يفقم من معاناتهم لسيما مع ترد الوضع المعيشي الذي أثقل كاهل المواطن فشبح تجديد عقود الإيجارات يلاحق المستأجرين فيجد المستأجرون أنفسهم عرضة للابتزاز بارتفاع الإيجارات والتهديد بالطرد من مساكنهم تبدأ رحلة البحث من جديد عن سكن مناسب لهم أو يخضعون لإملاءات المؤجر وشروطه المجحفة الوضع المعيشي أصبح صعب والحالة الاجتماعية للناس متدهورة وأصحاب العقارات والإيجارات في كل يوم تزايد وارتفاع لهذه العقارات لا ندري ما المشكلة في هؤلاء الناس عملون بالدولار أو بالسعودي وكأن عملتها ليس لها أي غير فهم لا يراعوا حال المواطن وحال الشعب والحال الذي يعيشه الناس من سوءا في المعيشة وانقطاعا في الرواتب تبدو الصورة أكثر وضوحا من الزحام الشوارع والأسواق نتيجة النازحين القادمين من أماكن سيطرة الحوثي بشكل عام والعائدين من السعودية بشكل نهائي وتشهد المدينة نهضة معمرية غير مسبقة يعاني المستأجرون من ارتفاعات في الإيجارات غير مبررة عند تجديد العقد السنوي تجوزت نسبتها 200% في بعض المناطق ويشترط المؤجرون أن يكون الدفع بالعملة الصعبة بحجة هبوط العملة الوطنية التي تتعافى أحيانا ولا تتعافى معها الإيجارات يعاني المواطن الشبواني في هذه المحافظة من غلاء الإيجارات بشكل باهض وبحيث المواطن لا يقدر على دفع الإيجارات لصعوبتها وبسبب الغلاء نطالب الجهات المختصة في المحافظة بالنزول ووضع حد لهذه التعسفات يجد المواطنون أنفسهم أمام تحدي صعب متوازن مع حال البلد والظروف الصعبة ويطالب المواطنون الجهات المعنية بوضع حلول عاجلة لحماية المستأجر وردع المؤجر واتخاذ قرار حاسم والقيام بدورها الرقابي لضبط التلاعب بأسعار الإيجارات هنا إيجارات غالية لا يحتمل المواطن تحملها وارتفاعة الإيجارات المحلات والشغق والورش والمحلات التجارية ويبقى السؤال الأبرز هنا هل ستقوم الجهات المعنية بدورها في وضع حد لجشاع المؤجرين أم أنها ستترك الناس فريسة لهم؟ القرارة اشتركوا في القناة